في هذه الحلقة سنتحدث عن أخطر صورة في القرآن صورة التوبة أخطر صورة في القرآن في نظري طبعا هناك آيات كثيرة في القرآن أعتبرها خطيرة على المجتمع وعلى الإنسان في نفسيته وفي تعامله مع الآخر وفي تعامله مع المختلفين دينيا والتاركين لدينه والمنتقدين لدينه لكن سورة التوبة يمكن وضعها على رأس القائمة أخطر ما في القرآن سورة التوبة هي أخر سورة كما قيل لنا أنزلت على نبي الإسلام هي السورة التاسعة في المصحف آياتها 29 آية هي السورة التاسعة ترتيبها في المصحف لا يعني ترتيبها في ما يسمى بالنزول لكن ترتيبها هي التاسعة في المصحف الحالي سورة رقم 9 وآياتها 129 آية تعتبر من السور الطوال لكنها يقال أنها من أواخر ما أتى به محمد المفروض أن الإسلام هو آخر دين للبشرية المفروض أن سورة التوبة هي آخر ما في آخر الدين أو ما في آخر دين سورة التوبة هي الرسالة التي ختم بها الإله كلامه للبشرية في نظر المسلمين هي لب الإسلام هي لب الموضوع هي ختام الموضوع يقال ختامه مسك ختام الإسلامي ليس مسكا بل هو أخطر ما يمكن تقديمه للوجود ربما يقول شخص أنا أبالغ أنا في الجهة التي تنتقد الإسلام طبعا سأكون متحامل طبعا سوف لن أكون منصفا تابع الحلقة انظر بعيني بعين مجردة بعين الحياد انظر للأدلة هذا الكلام ليس من عندي بل من كتب الإسلام نفسها ما هي المواضيع التي تطرقت لها سورة التوبة هل هي مواضيع السلم هل هي مواضيع محبة هل هي مواضيع تسامح هل هي مواضيع حقوق الإنسان هل هي مواضيع تنشر السلام وتحاول تعريف البشرية بالسلام تابعوا هذه الحلقة وستعرفون بأنفسكم دليلي على أن الإسلام يقول أنها آخر سورة انزلت من صحيح البخاري كتاب التفسير يقول آخر عن البراء قال آخر سورة نزلت براءة ومن أسمائها براءة سورة التوبة تسمى براءة لبدايتها أو لابتدائها بكلمة براءة إذن فهي تسمى سورة براءة ونحن سنأتي على أسماء هذه السورة إذن سورة براءة أو سورة التوبة هي نفس السورة آخر سورة نزلت بالنسبة للمسلمين مفروض فيها خلاصة زبدة الإسلام فيها زبدة الرسالة الإسلامية فيها أفضل ما قدمه الله للبشرية على الإطلاق فلنلاحظ من أسماء سورة التوبة احنا قلنا براءة التوبة وتسمى الفاضحة أنا في نظري اسمها الفاضحة اسم على مسمى رغم أنهم قالوا الفاضحة والبحوت لأنها تبحث عن أسرار المنافقين وتفضح الذين تحدثت عنهم لكن أنا أعتبرها بالعكس هي الفاضحة لأنها تفضح رسالة الإسلام بكل وضوح الفاضحة فعلا سورة الفاضحة في القرآن هناك سورة الفاتحة وهناك سورة الفاضحة والفاضحة هي أكتر ما يفسح عما في الإسلام وهذا الكلام يعني أنا قلت أن أسماءها الفاضحة والبحوت والمبعثرة والبعثرة إذن هذه أسماءها كما جاء في تفسير القرطبي سورة الفاضحة قال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم 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 حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها لأنها تكلمت عن المنافقين في دولة محمد في المدينة يعني فضحتهم كما يقولون سورة تفسير بخاري أو سعيد بخاري كتاب التفسير من أهم ما يميز سورة براءة أو سورة الفاضحة أو سورة التوبة أنها دون بسملة من دون سائر صور القرآن طبعا البسملة شيء مختلف في الإسلام هل هي جزء من السورة أم لا ليست جزءا من السورة لكن في براءة لا توجد لا توجد على الإطلاق يقول لنا التبري اختلف العلماء في سبب سقوط البسملة لماذا سورة التوبة لا توجد فيها بسملة اختلفوا على خمسة أقوال طبعا اختلاف علماء الإسلام في كل آية من آيات القرآن شيء يعني معروف ورأيناه مرارا وتكرار ما علينا ما هي هذه الاختلافات الخمسة أول اختلاف قال أنه كان من شأن العرب في زمانهم في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقده كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة بسم الله الرحمن الرحيم من هذه التفسير نستنتج أن البسملة ليست اختراعا إسلامي واحد اثنين أن دلال على نقد العهد لما لا تكتب البسملة فسورة التوبة هي نقد لكل العهود التي كانت بين محمد وبين الذين كانوا يقاومون تسلطه وكانوا يقاومون رسالته فكان في عهد أو عهود فإذا هذا نقد للعهود قالوا بأن سورة التوبة بما أنها تنخذ العهود فهي لا تبتد بسملة لأن بسم الله الرحمن الرحيم فيها أمان وسلام إذن حين نريد إعلان الحرب ونقد العهد لا نبدأ بالأمان وبالسلام هذا واحد من التفسيرات التفسير الثاني قال عثمان إن رسول الله كان إذا نزل عليه الشيء يضع بعض من يكتب عنده فيقول يجيب واحد من الكتبة يقول لهم ضعوا هذا لأن القرآن كان يضع محمد مفرقا آية بآية أو آيات بدأ آيات هنا وبدأ آية فيقول لهم ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل وبراءة وهي سورة التوبة من آخر القرآن وكانت قصة الأنفال شبيهة بقصة براءة قُبِض رسول الله ولم يبين لنا أنها منها يعني هؤلاء الصحابة بيقولوا أن محمد قُبِض ولم يقل لنا ما الفرق بين الأنفال والتوبة فضننت أنها منها هذا عثماني يقول فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم لأنها جمعت لتنين فلا توجد فاصلة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التوبة من الأنفال الأنفال من سورة الأنفال ما نعرفش هي سورة لوحدها أم ملتصقة بالأنفال ده واحد من التفسيرات هذا التفسير الثاني التفسير الثالث قال لك أن سورة التوبة كانت طويلة جدا أطول مما عليه اليوم أكثر من 129 آية فلما سقط أولها ذهب فلما سقط سقطت معاه بسم الله الرحمن الرحيم التي كانت في البداية قالوا سورة براء كانت تعدل البقرة أو قربها وهي اليوم فقط 129 آية فإذن أين ذهب الباقي وذهبت معه البسم الله هذا يوضح بأن القرآن هذا التفسير يقول لنا بأن القرآن ليس هو ما كان في عهد محمد ده التفسير الثالث السبب الرابع قال أنه لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله فقال بعضهم براء أو الأنفال سورة واحدة كما رأينا وقال بعضهم هما سورتان البعض قال سورة واحدة البعض لا هما سورتان فخلوها دون بسم الله الرحمن الرحيم فرضي الفريقان معا just in case تكون سورة فهي منفصلة شوية وفي فراغ بينها وبين الأنفال مكانتشي سورة احنا محطناش بسم الله الرحمن الرحيم فإن تختار ما تريده هذا يدل على أن ترتيب القرآن وتسمية السور وجمع القرآن هو مسألة عبثية مسألة عبثية بناء على هذا القول منكم وإليكم التفسير الخامس والأخير قال عبد الله بن عباس سألت عليه بن أبي طالب لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان آية قتال فإزاي نقول الرحمة ما فيهاش رحمة فإحنا شلنا بسم الله الرحمن الرحيم لأنه ليس فيها رحمة ولا أمان فيها سيف فيها قتال فيها قتل وهذا أكتر التفسيرات رواجا بين علماء الإسلام إذن براءة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنه ليس فيها لا أمان ولا رحمة تمام؟ تمام نمر الآن إلى مسألة أخرى بداية سورة التوبة كما ترون خلنا نشوفها بشكل كبير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين دون بسملة براءة ولذلك تسمى براءة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين إذن الله في نظر المسلمين يتبرأ أو براءة من الله ورسوله إلى الذين يتبرأ من كل العهود التي أبرمها محمد مع من يسميهم بالمشركين براءة من الله ورسوله هذه هي سورة التوبة ترتبها التاسعة آياتها 129 في المصحف الحالي لماذا براءة؟ زي براءة؟ براءة من الله ورسوله يقول التبريل لم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة فسخ إبطال لكل العهود وانسلخ الأشهر الحرم بعد انتهاء الأشهر الحرم الأربعة وبعد نزول سورة التوبة لا وجود لأي عهد وأي واحد كان عهد وعهد في وقت كتابة سورة التوبة مدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر من يوم أذن ببراءة من اليوم عنده أربعة أشهر إلى عشر من أول ربيع الآخر فذلك أربعة أشهر من يوم ما جات سورة التوبة الآخر انتهاء الأربعة أشهر كل واحد كان عنده عهد عنده أربعة أشهر وبعد ذلك لا عهد له إذن براءة من الله ورسوله براءة من كل العهود ونقد لها يقول التبري أنه في مهلة للكافرين حد الله للذين عهدوا ورسوله أربعة أشهر يسيحون فيها حيث ما شاء روحوا عملوا اللي انتوا عايزين وذهبوا يعني فرصة تنجوا بأنفسكم هي في الحقيقة وحد أجل من ليس له عهد إنسلاخ الأشهر الحرم يعني اللي عنده عهد عنده أربعة أشهر واللي ما عندوش عهد عنده خمسين يوم لأنه أشهر الحرم كانت قربت تخلص فإذن سلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من عهد بعد انتهاء مهلة الأربعة أشهر اللي عندهم عهد مهلة الخمسين يوم للذين ليس لهم عهد السيف إذن براءة هي إعلان حرب من محمد على كل من هو غير مسلم دي سورة براءة وبراءة من كل عهد أعطاه محمد قبل ذلك خلاص تقوت شوكته فسورة التوبة هي إعلان حرب آخر ما أعطاه الله في القرآن في نظر المسلمين وتيقة تتكون من 129 آية إعلان حرب على كل من هو غير مسلم قال لك اتبري فأمر الله نبيه فإذا انسلخ المحرم أن يضع السيف من لم يكن بينه وبين نبي الله عهد اللي ما عندهوش عهد يقتل حتى يدخل في الإسلام عنده خيار القتل الإسلام ومن كان له عهد إذا انسلخ أربعة اللي عنده عهد بعد الأربعة نفس الشيء أن يضع فيهم السيف أيضا يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام فإنت اختار أنت من أصحاب الخمسين يوم ولا من أصحاب الأربعة أشهر عندك عهد روح عندك أربعة أشهر تذهب من هنا خالص ما نشوفك عندك ما عندهش عهد عندك خمسين يوم بعدها ما فيش يم رحمين دي سورة التوبة دي خلاصة موضوع سورة التوبة خلينا نشوفها بالتفصيل طب بعد انقذاء المدة يقول الطبري وأمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إ الله الطبري يسلم على كل الناس يقول لكم السلام عليكم الناس اللي بيقولوا الإسلام لم ينتشر بالسيف مستر الطبري يسلم عليكم وبيقول لكم قلطني وأمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله ولا يقبل منهم إلا ذلك ده سلام ولا مش سلام أنه الإسلام انتشر بالسلام مش بالسيف الطبري بيقولك لا سورة التوبة بتبطل هي فعلا الفاضحة تفضح كل المجملين للإسلام تفضح كل المرقعين للإسلام تفضح أصحاب الإسلام كيوت أصحاب الإسلام كيوت يجدون حرجا في التعامل مع سورة التوبة هي فعلا سورة الفاضحة معنى فسيح في الأرض وما قوله فسيح في الأرض أربعة أشهر فإنه يعني فسير فيها مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين أربعة أشهر عليكم الأمان غير خائفين من مين؟ من رسول الله وأتباعه تجد وكأنه بيتحدث عن عصابة روحوا عليكم الأمان يعني زعيم عصابة سورة التوبة بمتابة مانفستو أصدره زعيم عصابة بيقول للناس عندكم أربعة أشهر وبعد ذلك هتشوفوا خوء سيروا مقبلين مدبرين آمنين أربعة أشهر أو خمسين يوم غير خائفين من رسول الله وأتباعه دي مش عصابة واحد يطلع إعلان بيقول لك عندكم مهلة أربعة أشهر بعد ذلك السيف انتشر بالسيف إذن من مميزات من مميزات من علامات من ما يميز سورة التوبة سورة التوبة فيها أشياء سنقرأها واحد واحد أبواب فيها آية السيف آية السيف التي تقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الذين يقولون لك بأن الإسلام فقط كان يدافع عن نفسه يتكلم عن المشركين يعني سبب القتال أنهم لم يؤمنوا بالتوحيد الإسلامي فاقتلوا المشركين مش المعتدين لا فاقتلوا المشركين وبتوع قاتلوا لا قاتلوا مش هي قتلوا أهي قتلوا واضحة صريحة لا قاتلوا ولا شيء فاقتلوا بعد انتهاء الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين طب لو كانوا معتدين ليه بعد انتهاء الأشهر الحرم يعني انت عاعد في المدينة وهم بيعتدوا عليك وانت عاعد تقول اي لحد ما ينتهي لأشهر الحرم اللي بيرد اعتداء وما بيديش مهلة خلاص هو معتدة عليه طالما انه في مهلة فمعناه ان المعتدي هو المسلم في هذه الحالة فاقتلوا المشركين المعتدين حيث وجدتمون في اي مكان واخدوهم وحصروهم مين اللي معتدين واقعدوا لهم كل مرسد ما تسبوش طريق الا وعدت فيه ليهم دي اخر رسالة جات في الاسلام اي مشرك في اي مكان وجدتموه خدوه واحصرووا واقعدوا لهم كل مرسل طب لو ايه البديل فان تابوا واخاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور ورحيم فان اسلموا بصريح العبارة وبكل ودوه فان اسلموا فخلوا سبيلهم لو ما اسلموش اقتلوهم ده هذه الاية لوحدها تكذب كل من قال بان الاسلام لم ينتشر بالسيء اقتلوا فان اسلموا فخلوا سبيلهم ايه ثلاث اوامر اقتلوا او ثلاث افعال اقتلوا تابوا خلوا سبيلهم اقتلوهم لو اسلموا خلوا سبيلهم سهلة سهلة ما تحتاج بي اي اي ج دي عشان تفهم انه الاسلام انتو شرب السيء سهلة لمن يريد ان يفهم سهلة لمن يريد ان يعرف لكن طبعا المرقح هيدخلك في دائرة لا تنتهي من التبرير وتبرير التبرير من الترقيع وترقيع الترقية بعنا الكلام ده مش كلامي اذا انقضت الاشهر الحرم خلينا نشوفها كبيرة اذا انقضت الاشهر الحرم تلاتة عن الذين لا عهد لهم او عن الذين كان لهم عهد فنقضوا عهدهم بمظاهرة من اعداء على رسول الله وعلى اصحابه او كان عهدهم الى اجل غير معلوم فاقتلوا المشركين يقول اقتلوهم حيث وجدتموهم حيث لقيتموهم من الارض في الحرم وغير الحرم في الاشهر الحرم وغير الاشهر الحرم واخدوهم يعني واأسروهم واحصروهم ومنعوهم من تصرف في بلاد الاسلام ودخول مكة واقعدوا لهم كل مرصد واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم او أسرهم كل مرصد يعني كل طريق مين المعتدي هنا كل طريق عدوا فيه ما تخلوهم جي تحركوا خالص مين المعتدي في هذه الحالة فانت ابو يقول فان رجعوا عما نهاهم عليه من الشرك بالله شوف الغاية وجحوذ نبوة نبي اعترفوا بمحمد ووحدوا التوحيد الاسلامي دون الالهة والانداد والاقرار بنبوة محمد واقاموا الصلاة الاسلامية وادوا الزكاة الاسلامية فخلوا سبيلهم فدعوهم يتصرفون في أمصاركم ويدخلون البيت الحرام ان الله غفور رحيم لمن تابع من عبادة خلاص بعد ما يعملوا كذا اسمحوهم في اللفات يقول القرطبي وفي هذا في هذه الآية الخامسة من سورة التوبة التي تسمى آية السيف وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة القرطبي بقول لك يجوز ان نغتال المشركين ان نغتال الكفار حتى قبل دعوتهم الى الاسلام في سورة التوبة جواز اغتيال لكل مشرك ده مش كلامي ده مش كلامي اخر اعلان من الله في الاسلام في نظر المسلمين جواز اغتيال لغير المسلمين هذا هو الاسلام سورة التوبة ملخص للاسلام هي اخر ما انزل يقولون بمعناها ان تنسخ كل الكلام الفاضي بتاع لكم دينكم وليدين وبتاع بالتي هي احسن وكل الكلام ده كان في فترة لم يكن لمحمد القوة ان يجابها غير المسلمين سورة التوبة حين امتلك القوة الكاملة خلاص ما فيش الا السيف يقول القرطبي شروط توقف القتل امت فانتابوا اقتلوا المشركين فانتابوا علق القتل على الشرك ثم قال فانتابوا والاصل ان القتل متى كان للشرك يزول بزواله يعني لا اقتلك اذا زال الشرك وذلك يقتدي زوال القتل بمجرد التوبة من غير اعتبار اقامة الصلاة وايتاء الزكاة القرطبي يقولك لا مش فقط التوبة ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة وهذا بين في هذا المعلق غير ان الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين اخرين فلا سبيل الى الغائهما لازم يتوب بمعنى يصير مسلم ويأدي الصلاة نشوفه ويصلي ويزكي بعدها نسيبه وإلا يقتل لو قال انا اسلمت ما صلاش وما زكاش لان الشرطين مذكوران مع التوبة فلا يصح ان نتركه الا لم يقوم بالشرطين الاخرين ده كلام القرطب سورة التوبة ان فيها فقط اية السيف فيها الولاء والبراء يا ايوا الذين امنوا لا تتخذ اباءكم واخوانكم اولياء عائلتك وان استحبوا الكفر على الامان ومن يتولهم منكم فالأولئك هم الظالمون محدش يكون عنده ولاء لأهله لو استحبوا الكفر على الايمان يبقى خلاص فصل المسلمين عن اهاليهم فصلا تاما صار يكرهون فاذا كره الشخص اباه وام فكم بالاحرى الذين هم ليسوا من عائلته ان 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 استحبوا الكفر فسورة التوبة فيها الولاء والبراء فيها السيف وفيها الولاء والبراء من اخطر المواضيع التي تعتمد عليها الجماعات الاسلامية هي موضوع الولاء والبراء وموضوع السيف في المشركين قتال المشركين درست الجماعات الارهابية تقريبا كلها القاعدة داعش وما تفرع عنهما ابوك حرام وكل الجماعات كل هذه الجماعات تستشهد بآيات سورة التوبة دون استثناء آيات سورة التوبة هي دستور كل الجماعات الاسلامية كل الجماعات الاسلامية تستشهد بن لادن الظوهري ابو بكر البغدادي كل رؤوس الجماعات الاسلامية استشهدوا بآيات سورة التوبة فيها نجاسة الكافر سورة التوبة هي التي فيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال عنها الحسن البصري إنما المشركون نجاس قال لا تصافحهم فمن صافحهم فليتوضع يعني نجاسة حقيقية وليست نجاسة رمزية المشرك كل من أشرك بالله يدخل فيهم اليهودي يدخل فيهم المسيحي يدخل فيهم البودي يدخل فيهم أي شخص غير مسلم إنما المشركون نجاس سورة التوبة هي إعلان من الله أنه لا أحد نقي طاهر غير المسلم في نظر المسلمين طبعا الله بريء من هذا الكلام لكن أقول ما يفكره علماء الإسلام وما تقوله آيات سورة التوبة إذن آخر رسالة للبشرية هي الإسلام في نظرهم وآخر ما خاتمة الرسالة أن العالم تقريبا في معظمه نجس فيها قتال أهل الكتاب الآية الخامسة قتال المشركين أو قتل المشركين بالأحرى والآية تسعة وعشرين قتال أهل الكتاب اليهود والنصارى قاتلوا وهي أشهر الآيات التي اشتخدمت ضد المسيحيين واليهود عبر العصور قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله هو رسول ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذن كل الشعوب التي أخضعت للجزية بسبب بسبب سورة كل الشعوب التي باعت أراضيها وباعت ممتلكاتها لكي تدفع الجزية بسبب سورة التوبة سورة التوبة ليست سورة تقرأ في الصلوات وفي المساجد فقط ويتعبد بها المسلمون بل هي نص ساهم في معاناة مجموعات بشرية لا حصر لها عبر التاريخ هي مش شعائر فقط هذا النص ساهم في معاناة الأقباط في مصر في معاناة الأكراد أو الكرد في معاناة الأمازيغ في معاناة أهل العراق في معاناة أهل الشام في معاناة كل الشعوب التي دخلها الإسلام عبر العصور طبقت هذه الآيات حرفيا عليهم فكم من شعب هو ضحية آيات سورة التوبة ولذلك قلت بأنها أخطر سورة في القرآن لأنها كانت سبب معاناة شعوب بأكملها أسير تم سبيهم أعطوا الجزية وهم ذليلون حقراء صاغرون بل بعضهم باع أطفالهم مثل ما في ليبيا تذكر كتب التاريخ الإسلامي لكي يعطوا الجزية عن يد وهم صافرون أطفالهم يقول يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله قاتل أيها المؤمنون القوم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يقول لا يصدقون بجنة ولا نار ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق يقول ولا يطيعون طاعة لا يطيعون الله طاعة الحق يعني أنهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلام من الذين أوتوا الكتاب قال وهم اليهود والنصارى معاناة المسيحين عبر التاريخ سببوها أيضا واحد من أسبابها وأهم أسبابها سورة التوبة فيها تكفير أهل الكتاب سورة التوبة فيها تكفير اليهود والنصارى هي التي ورد فيها وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل آت لهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم لليهود وارهبانهم للمسيحيين أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون ما علينا في إمتى قالت اليهود عزير ابن الله هو ما بيهموش هو يقول الكلمة وخلاص هذا كلام الله منزل ما فيش نقاش وقالت النصارى المسيح ابن الله كم من شخص الحد الآن يتصل بي أو يكتب لي على التويتر وعلى الفيسبوك الإسلام يحترم الأديان لأن ننتقد أديانكم فلماذا تنتقد اذهب ادعو لدينك وكل هذا الكلام الفارغ وانتقاد الأديان هو كراهية يتجاهلون هذه الآيات في سورة التوبة هذه الآيات لا تقول بأن المسيحيين أنه غلطوا وكذا لا 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 قاتلهم الله أن يوفكون لعنهم الله آيات سورة التوبة تلعن المسيحيين واليهود فالمسلم يقرأ آيات ويتعبد بها إلى الله يلعن فيها المسيحيين واليهود ثم يمنعك تقول كلمة واحدة عن الإسلام يمنعك يا أخي تكلم عن دينك يا أخي ترك ديننا يا أخي تكلم عن محبة المسيح أي شيء صحفيون ناس عندها وزن مفكرون يا أخي لا تدعو إلى الكراهية طب ما فيش كراهية ما فيش كراهية أكتر من هذه الكراهية أنا تقول اليهود قالت عزير بن الله والمسيحيين قالوا المسيحي بن الله لعنهم الله أنا يفكون جاهل عند رشيد في تويتر يعمل تغريدة تقول له لا ما لا يحق لك وسايب كل هذه الآيات اللي يقول فيها لعنه الله انظر كم مسلم رددها في المساجد انظر كم جمعة تقرأ هذه الآيات انظر كم قرئت عبر التاريخ لعنهم الله أنا يفكون والعادي ده عادي ما فيش مشكلة لكن اكتب تغريدة ان الاسلام ليس من الله لا تتحرد عن الكراهية وبعدها يروح يصلي ويقول قاتلهم الله وأنه يفكون عادي هذه السكيزوفرينيا هي التي جعلت المسلمين لا يحسون بما يعانيه المسيحيون وبما عاناه المسيحيون عبر العصور في ديارهم عادي عادي انه يقول لعنهم الله أنا يفكون لكن هما يقولوا ان محمد كيف يتجرأوا يقولوا محمد من غير صلى الله عليه وسلم كيف يتجرأوا يقولوا محمد حاف لا دسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أخي وانت نسيت انك القرآن مليء بآيات اللعن عن اليهود والمسيحيين عايز تمنع الناس كل كلمة نقد واحدة عن الإسلام ايه المكايل دي مش ازدواجية دي فوق دي ازدواجية سورة التوبة فيها المؤلفة قلوبهم وانا سميتها ولا زلت المؤلفة جيوبهم الرشوة الإلهية المقدسة اللي صارت قرآن يتلى سورة التوبة هي اللي حطت هذا المبدأ اللي ما تقدرش تقتلوه وخايف من انعكاسات الأمر اشتريه على فكرة نفس المبدأ ساري إلى اليوم يهددو الناس يشتروهم